في سوريا لديهم مثل يقولون ما أطيب من العسل إلا الخل ببلاش سيختلف موقفكم من هذا الخبر ففي شهر يونيو القادم يمكن لبعض الدول العربية ومواطنيها مشاهدة مباريات كأس العالم ببلاش لحظة قبل أن تفرحوا هذا الخبر المباريات ستذاع عبر قناة هي قناة مكان الفضائية الإسرائيلية فقد نشرت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية عبر فيسبوك عبر صفحتها تقول بشرة سارة لعشاق الرياضة والمباريات كأس العالم هذا صيف للمرة الأولى منذ قيام دولة إسرائيل بث وقاع مباريات الكأس بالصورة والتحليل وماللغة العربية يمكن لعشاق الرياضة لم تعمل يمكن لعشاق الرياضة في الدول القريبة من إسرائيل في الأردن ولبنان ومصر وفي الضفة الغربية متابعة مباريات المونديال مجانا على قناة مكان الفضائية الإسرائيلية أيضا اقتنت هيئة البث حقوق بث المباريات من روسيا هذا الصيف كما سيتمكن المهتمون من دول الجوار بمراكبة تحليلات طاقم الإعلاميين العرب باللغة العربية خلال البث في العالم العربي عادة ما تتم مشاهدة مباريات كأس العالم بالاشتراك في إحدى القنوات المشفرة ودفع نحو 45 دولارا شهريا ليس قليلا بمقارنة بالدخول في مصر بالأردن ولبنان الطفل الغربية لا يستطيعون مشاهدة هذه المباريات المشاهد العربي مهتم الآن بكأس العالم هذه المرة ليس فقط لشعبية كرة القدم بل بسبب تأهل كل من مصر والسعودية والمغرب وتونس لنأتي إلى التغريدات فغاد عامر غردت إسرائيل تزف البشرى لعشاق الكرة من دول الجوار الأردن لبنان مصر أنهم سيكونوا باستطاعتهم مشاهدة مباريات كأس العالم مجانا على قناة مكان الإسرائيلية بتعليق من عربي أنت طبعا ضد التطبيع مع إسرائيل